ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ادعاءات ظهور أسد ضواحي الزلالة تتير الرعب ومواطنون يوضحون بعد تداول أخبار عبر مواقع تواصل الاجتماعي تتحدث عن ظهور أسد بمنطقة الزلالة كشف مجان إبراهيم فاعل جمعوي حقيقة هذا الأمر بعدما خلف الخبر نوعا من الهلع والخوف في صفوف الساكنة وأوضح الفاعل الجمعوي في تصريح إعلامي أن الخبر خلق نوعا من الفزع وسط الساكنة لدرجة أن المواطنين دخلوا إلى منازلهم مبكرا مخافة من الأسد الذي قيل أنه ظهر بمنطقة تاكليفت بإقليم الزلال وأكد المتحدث نفسه أنه على السلطات المعنية طمأنة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة لأنه لا يمكن التزام الصمت وترك الساكنة خائفة من خروج الأسد من الغابة وكان سائق سيارة بمنطقة تاكليفت إقليم الزلال أبلغ السلطات المختصة أنه شاهد في الساعات الأولى من نهار يوم الخميس الماضي أسدن بطريق أيت بولمان بجماعة تاكليفت وضف المصدر ذاته أن سائق سيارة الإسعاف كان في طريقه لنقل إمرأة مريضة نحو مستشفى مركز تاكليفت وأبلغ السلطات المحلية والدرك الملك بالواقعة لافتا إلى أنه رأى أسدا على بعد حوالي 700 متر هالاء ووحد الخوف لدى الساكنة خاصة لمنطقة ديالة أيت بولمان تابعة لهذه الجامعة الجامعة ديالتا قليفت يعني خلق واحد الهالاء يعني كبير بالزاف واحد الخوف يعني الناس اللي بارح نطن عرف الناس يبقوا هنا تلير وتمشيوا بالمواطر ديالهم ولا بسميتو البرح كينا سميتو الناس تحركوا قبل قاعة سميتو باش آآ قبل قبل المغرب يعني ومن هاد المنبره هاد أنا تنطلب لمن السلطات المحلية باش يكسفوا على سميتو يأكدون نيتو واش هاد الخبر صحيح ولا مصحيح لأنه راه هادا راه مشكل في في حد داتي يعني باش يبقى الانسان بانه راه كين ستسبح ولا كين سميتو كده وربما واش كين نيتو خاصة اني لا كين هذا راه يشكل النوع من اسميتو من نوع الخطر على السكينة والمواطنين عاديين رك عارف المويمة ولا اسميتو يعني التجموعة ما كينش تجموعة سكانية كين كين اسميتو منازيل متفرقة ويعني في المناطق نائية واش اللي كينو السلام